اشتركوا في القناة نحن معشر لعب الرجاء البضاوي بخالص عبارات تقدير والشكر لجماهرنا العظيمة على دهمها الكبيرة ولأجلها نؤكد أننا تحملنا ومنذ فترة طويلة صعوبات وإكراهات يعرفها كل المتبعين المغرب وخارج المغرب بشكل أساء لصورة ندينا الكبيرة اليوم نجد أنفسنا نحن اللاعبين وبعد أن استنفذنا كل الحلول الممكنة وقدمنا كل ما نملك من تضحيات غير قادرين على التحمل والمواصلة بنفس الجود لأن كل عوامل الإحباط محيطة بنا من كل جانب ولا تحفزنا على أن نسير الطموحات التي يرغب فيها أنصار النادي كما يرغب فيها المدرب سمحمد فاخر وحتى اللاعبين فقد تحملنا ومنذ فترة طويلة عامل غياب ملعب قار لنكون اليوم قد قطعنا 9000 كم وهي مسافة تقطعها الأندية في موسم كامل تحملنا الإرهاق والتعب والتنقل من البيضاء لأقادير ثم مراكش وغيرها من الملاعب تحملنا ظروف صعبة في التدريف وقاومنا لأجل الرجع تنازلنا عن مطالبنا نزولا عن رغبة وتدخل سمحمد فاخر بكل احترام الذي نكنه له وباحترامنا لشعار النادي ولتضحية جماهيرنا ولم نتقدم ولو في مرة باعتدار عن اللعب رغم ما صدفناه من صعوبات وعوامل إحباط اليوم أيضا نعلن أنه يستحيل أن نواصل نفس الإيقاء ونحن نصطدم بواقع مر واقع المستحقات والمنح ولا يوجد في الأفق ما يضمن لنا حقوقنا وحين نسأل عنه نواجه كل مرة بعبارة سير احتجي وفي الوقت الذي نعيش فيه زمن احترام وتمتاز فرق منافسة بامتياز وتحفيزتها إلى فإن واقعنا المالي محبط وليجد ما يشعرنا أنه سيتحسن لذلك نجدد الحب والتعلق بجمائلنا العظيمة وشعار النادي الرائع ونؤكد وفاءنا له لغاية آخر محطة ممكنة وإذ نشكر الإعلام والصحافة على مواكبتها لهذه الأمور ومنذ فترة طويلة دون أن نصالح الأحوال فإننا نؤكد أنه كان لابد في هذا التوقيت من خروجنا في هذه الطريقة حتى يتفهم الرائع العام وخاصة جمهور رجاء حجم المعاناة التي نعانيها والتي تعيق للأسف شديد ضموحاتنا هذه الأخوة مهمة إذا كانوا مغاشوا واحدة ورقوا لشحاجر كنا موجودة